السلام عليكم ومرحبا بكم حبوباتي نتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي يجبسو لكم اليوم كما عودتكم حبوباتي ديما نبدو كلامنا بالسالة على الحبيب صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم المشاركات الجدد في قناتي نقولكم مرحبا بكم في بيتي صغير مشاركاتي لقدم نقولكم بكم ورني واكفر ربي خليكم لي وربي يعطيكم ما تتمنى المهم لبنات كما تعرفوا بدل برد و لازم نجبدو قششتها كل واحدة وطريقتها كاين اللي تخبي قششتات تاها يعني لبستها نديرها برك في الخزانات تاها كاين اللي عندها بلاكاغ ولا تنحيها كما أنا عندي بلاكاغ نديرهم في البلاكاغ نديرهم كامل في فاليزة يعني تتوعي وتاع الزوج ونديرهم في بلاكاغ من يلحق وقت الشتاء نجبدهم ونعود نخبيتها على الصيف المهم لبنات كما كما تشوفو هذي الفاليزة كان نديرا فيها كامل بيجامات ومام الحويش تاها الخارجة يعني غير اللي يمطوط تاها الخارجة هنا لبنات سوف نشارككم بالنسبة للناس اللي ميحبووش يطبقوا ولا يطبقوا القششتاتهم سوف نوريكم طريقة سهلة كيفاش تطوي لغوب بتاوعك شوفوا البنات أنا هنا سوف نوريكم كيفاش نطويهم وفي نفس الوقت سوف نشوفو كامل اللي غوب اللي كنت اديتهم في جهازي يعني ماشي كامل كاين اللي مازال مجبدهم شوفوا البنات أنا اللي غوب نطبقهم او نطويهم بهذه الطريقة نثنيها على ثنين من بعد كما كم تشوفو جبت هذيك الجانب اللي منا طويتو وزدت اللي منا وشوفو البنات النتيجة يعني بلا ما تديري لوحة ولا ديري كارتون تطبق علي ولا غير هاكها وراحين يخرجوا لك كامل كيف كيف شوفوا البنات هنا يا انا اصلا مانيش من نوعية اللي نحب نطوي بزاف القش شوفوا البنات هنا طريقة بزاف سهلة اهنا شوفو كيفاش طويتها ونعاود نرود هاذ المنش هكا نسقمو ونقلب شوفو البنات كنت اديت هذي كلفر كنت اديت هذي تاجل دنمر كما كنت شوفو البنات اطويتهم غير هاكها بيدي خرجوا لي كامل متساوين رايح هنزيد نوري لكم هذي العرب الموف كما كنت شوفوها جاي قاطفتها بزاف شابة اهنا كما راكم تشوفو جاي فيها هكا لزيز تخاسف الزدار ومام لي ماشتاوها جايين بالتويل و جايين افلغ من تحته احنا راح نطويها ثانيك هاكا ونعطو بلي هاذ القاطفة اتعيي باش تطبقيها ولا تسقميها بس كو جاي هاكا تزلج ما تسقم لكش ملي حشوفو البنات هنا كيفاش طبقتهم وراحين يخرجوا لي كامل كيف 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 كنت ادي ثانيك هذي لغوبل بلو هاذ ثانيك تاع قاطفة اه البنات نعطيكم واحدة ناصيحة باش ما تخسروش لي غوب تاوكم شوفوا البنات انا عندي برس كامل من اللي تزوجت لي غوب تاوعي ما زالوا كيما هو ما اجدد يعني مهم تاشير مهم خاسرين موالو كيفاش ندير عندي بيجاما اللي ندير بها شغل انا دايرة بيجاما ودايرة بدعية اللي ندير بهم شغل بيجاما القديمة نتاعي قبل كامل ما نتزوج هي اللي ندير بها الميناج ولي غوب هاذو ما يعني بعد من نكمل الميناج تاعي وندير غداية نلبس اللي غوب بتاعي اللي تكون نقية وتكون شبه دي ما ديروا اللبسة تاع الكوزينة وحدها شوفوا البنات هذه اللي غوب البلو ثاني جاي بزاف شبه في لبستها جاي من الفو كامل ترانسباران فيها هاذا كتول ومن تحت كامل جاي ايفازي كيما كم تشوفوا هناك مهم ليمونش تواحها ثاني جاي نشابين في يوم ليزيز تخاص كي ما كم تشوفوا راني نوري لكم في اليغوب وفي نفس الوقت راني نوري لكم كيفاش راني نطوي فيهم يعني بطريقة سهلة بزاف هاذي كنت ديرتها البيغيود اللولة كنت نلبسها يعني بعد ما نكمل الميناج هاذي كنت تشريتها في بلغة صميل ولا صميل ولا صميل ما هم شغالين اللي تكون عادة جاهز لنصح تدي هذو اللي غوب بتاع الدار بس كور حتسحقهم بزاف وهاذي اللبناء تكون تخيطتها واحدة بزاف اللي ما يعافوش بلي انا دي جانك في تقارية خياطة وعندي دي بلونتاع خياطة وماما عندي دي بلونتاع الفطلة والمجبود هاذي كنت تخيطتها غير للدار بركة ولا للشغول مي ما نش نبسها بزاف شوفوا البنتة هنا يا وهاذي البدعية ثانية بزاف شابة يعني نبسها غير في كاش الضياف ولا جاية غوج كنت شوفيها اللي زي ستخاص هكا جاية بالنوع والليمان الشوحة كامل فيه ملاستيك ومن تحت جاية مفلوقة هاذي ستلبس فيه لبستها جي سيغي مي اجي بزاف شابة ونعرفوا بلي هاذ القاضيفة تعيي بزاف في التطباق الساحة شوفوا هنا شوفوا الليمان الشوحة ثانية جاية بزاف شابة لبنتة اللي رحا تجهز تدير ربعة ربوب ولا خمسة ربوب ما ينش نهضر على واحدة مرفهة ولا خدامة ولا نهضر على واحدة زوالية ما عندهش ديري ثلاثة ربوب ولا هكا ديري هم سبيسيال بركة اللي زعمة كاش الضياف ولا شري حاجة شابة تعطروها صميل ولا وديري ثلاثة او ربعة غير هذو تعصومي بركة ديري هم اللي تلبسيهم يوميا وديري ثانية ثلاثة فيجامات ضريبهم وديري ثانية ثلاثة فيجامات دوري بيهم وديري هكا بزافة عليك كبيرما تبدأ يتكثر وعما الرجل سيتكثر يومي في الجهه نورمال نهو حدو خلال يتسحقني سيغير كامل مشاركي لك بعد ما تسحقين سيغير بعد العام سيجي حاجة نورمال ما هو شريك بسك ووالف من يشريك لك ديما لبنت تقشو حاجه في جهازكم و كي ترحو عند رجالكم و كما ترون هنا ثانيك نخبيه هذه غير تعصيف بار كما ترون عن تقشته عشته سأبنه في الخزانة أو بتاع الصيف نعاود نخبيه باك لبنت لازم تغسلوهم و تخبوهم حتى يتخبوهم الثاني الخيمارات ثاني نخبي لما نستعملهم الشيء يعني اللي جايين بردين نخبيهم نخلي غير تعشتها كما تشوفوا هذو رايحة نخليهم لشتا ما مليكوا لغتوهم جايين تعشتها هذا تعصيف هذا ثاني جاي رقيق هذا هذا هذو كامل رايحة نعود نديرهم مع قش الصيف وهذو ما القششتها وكنا عاود نسقمهم من بعد البنات رايحين نروحو نجبدو الفراش تاع المشتا كما تشوفو هنالفراش تاعشتها وشنو هما هما غير الكوفيرتات جبت هذي لقوة جاي شوية خشينا كوفريلي وفي نفس الوقت جاي كوات بها بالمخايد جبت هذي الكوفيرتات جاي لقول اختها بلان كاسي وجبت هذي المارون نحبها بزاف متغطى بها بسكو جاي شوية خفيفة ووضفة وعندي زوج كوفيرتات مازال كامل مازال كامل مازال كما هما جدد المهم لبنات بخليتهم كاش ضيف ولا اهنا لبنات انولوا للخزانة رايحة نولي لكم بعد مطويت فيها كامل الدوزان تاعي اهنا رايحة نفتحها معكم وتشوفوها حبوباتي يعني خزانة بسيطة كيما راكم تشوفو هنالإتاج اللي اول درت فيها كامل يغوب تاع القاطفة كايين لبنات اللي ما شاركتهم شمعكم كيما هذوك اللي غوب اللي كامل ملفو قانسيت ما وريتهم لكمش ومامكين واحد اخرين مازال ما شبتهمش كيما كم تشوفو هنا درت هذو اللي غوب تاعيوميا درت هذو تاع ضياف ولا هذو ثلاثة ومننا درت كامل البيجامات التوعي كيما راكم تشوفو فيهم ونعرفو باللي لبسات عشتات تدي بزاف ليس باس ومن الجهة من هيك درت العلبوم اهنا درت غير الخمارات درت البورتموني تاعي وهنا هذو اللي بوات كنت شاركتهم معاكم من قبل وهذا فورس اكسبرس ديما نديروه في الخزانة يطلق ريحة بزاف شابة هذو تاع الخزانة ريحتو بزاف هاي لبناتنا نصحكم ديروه في الخزانة ينتوعكم ومن الجهة اللي من هيك درت اللي كونو مع اللي بيشتيو مع اللي غوب بتاع الرجال درتهم كامل مع بعض وهنا درت التريكاوات يعني تاع الصوف مع ثانيك اللي كونو اللي ينبسهم يعني ماشي اللي تبسيهم تحت القشكين اللي كونو اللي جايين يتلبسوا على برا كما بعد كاش خطرات ان شاء الله بربي رايح نوريهم لكم والجهة التحتانية كما قم تشوفوا درت لي ساقبيت درت هذاك الحديثة لعبابر والمالت والجهة كامل التالية كما قم تشوفوا هنا درت غير الكوفيرتات يعني اللي يستعملهم كما راكم تشوفوا وحنا لبنات كما راكم تشوفوا علقت كامل لي مونتو التوعي اهنا درت غير في هذا السنتخ درت غير الشال مع هذو اللي يقون خاصيني وحود ليجو شوية ارقاق يعني ماشي هذو هذو غير تعثل جولة اهنا كنت علقت هذا التريكاو بسكو كامل ما يطبق جاي شوية طويل جاي كامل مع مارب الريش وفي هكا سباتي ويتبلاصة في الرقبة جاي بزاف شباب في لبستو درت ثانيك هذا المونتو يعني نوريكم في اللبسات نوريكم في جولة في الخزانة تاعي كما راكم تشوفو هنا ايه ثانيك عندي هذي اللا فيست هذي برس كامل مقبل ما نزوج كانت عندي مام هذي الفست جاي بلونوي درتها مع جوب المهم لبنات هنا بعد ما كملت كامل الخزانة تاعي سقمتها اه يعني كملتها امعال عشية هنا اولينا للصهراء كنت شاركت معكم مقبل هذا الشيبس او هذو البطاطا كما كنت شوفيها مكتوبة فيها البطاطا السحرية اول مرة نجربها قوتو الله لنشاركها مع اخواتي اهنا درت كصرونا درت فيها الزيت يعني راح تنتحصلوا على شيبس كيما اللي ينباع في المحلات رايح نقول لكم ما رأيي فيها بصراحة اهنا كما راكم تشوفو درت زيت تاعي يحمى بعد ما سخن امليح هذاك الزيت بديت انفرغ فيه في هذيك البطاطا اهنا خليه برك يسخن مليح ورايح نبدأ ندير في البطاطا فيه شوفو لبنات كيما اللي تنباع في المحلات يعني اللي را ننشروها الفرق في اللي يسع شي صغار برك خلو الزيت يحمى باش بالخوف تتنفخ لكم المهم لبنات اول حاجة ما عجبتنيش فيها هو ما قال لك غير عشر ثواني ورايح توجد معك انا هنا بلك را عندي خمس دقايق وما زال كامل ما تنفخدش ما على باليش علاوش اسكو بخو بلان فيها ولا بخو بلان فيها المهم لبنات كيما راكم تشوفو هنا يا ارهاعات تتنفخ مازال ما تنفخدش يعني ذوكها رايح يضاع في الحجم التاحة اهنا كيما راكم تشوفو بداء الحجم التاحة يزيد رايح هنزيد لها غير شوية من بعد رايح هنطفي عليها النار ونديرها في في البابي نخليه المليح يتشرب هذك زيت بس كيون خافت جيم زيتا اهنا بالنسبة للسهرة كيما راكم تشوفو رايح هندير زنجبيل مع لاتاي يعني هذو تعليس عشي كيما كنتشوفو جبت هنا الكيسان ندرت فيهم السكر انا من الجمش نشرب تيزانة بلا سكر هي من الاحسن تشربو لي تيزان ولا لاتاي بلا سكر مي انا من الجم منهمش اهنا اريح هندير انا لاتاي والزوجة هنديرو زنجبيل بسكو يحبو بل بزاف وهنا حطيت حبة تفاح وكيما راكم تشوفو هنا هذا هو الشيبس اللي كنت حذرتو لبنات ناصحتي فيه متشروه متخسرو درامكم علي بسكو سيرتاحة ثمنالي فوق كم تشوفو الكمية ما جاتنيش كمية مليحة ويجي بزاف متشرب بالزيت يعني ما عجبنيش كامل المهم لبنات هذه هي الصهرة التاعين تمنى الفيديو كان اعجبكم شلخيتي ما كنتش تقيل عليكم الى فيديو اخر يا ربي انصيبكم بخير